النهار ده اخر ترند معينا هو ترند عالمي الناس كلها بتتكلم عليه خلال اليومين اللي فاتوا خصوصا ان الترند خاص بالنجم العالمي توم كروز ورجل اعمال ألم ماسك طيب ايه الحكاية؟ اقول لكم انا ايه الحكاية؟ الحكاية باختصار ان فيه شركة اسمها سي اللي هي اختصار لشركة سبيس انترتيمنت انتر برايس اعلنت من ايام انها بتخطط لانها تعمل واحدة بث للأفلام والتليفزيون والرياضة والطرفيه من محطة فضاء دولية يعني بوضوح كده الناس دي هتعمل محطة بتاع التليفزيون في الفضاء وقالوا ان المحطة دي هيتم اطلقها في سنة عشرين اربعة وعشرين يعني بعد سنتين من دلوقتي تقريبا الشركة دي بقى احد ملكة هو رجل اعمال امريكي الشهير ألم ماسك واللي مهتم جدا بالفضاء لدرجة ان الرجل اعلم من وقته قريب انه قرر انه هيروح ويعيش في الفضاء لدرجة انه كمان ابتدى بالفعل يبيع كل بيوته واصوره الا على الارض والشركة اعلنت بقى انها هتتعاقد مع النجم العالمي توم كروز على تصوير فيلم في الفضاء وان الفيلم هيتصور جزء منه في المحطة دي وان الشركة رصدت ميزانية انتاج مبدئية هي 200 مليون دولار ممكن طبعا تزيد وطبعا الخطوة دي بتخلي شركة سي تبقى اول شركة انتاج فني وسينمائي في الفضاء عايزة هنا بس اقولكم ان الشركة مخططة انه يبقى كمان فيه عروض وحفلات في الفضاء يعني مش بعيد كده نسمع عن ناس بتستعد انها تسافر الفضاء عشان تحضر حفلة غنائية لمطرب معين او نلاقي مثلا حفلة توزيع جواز الاسكر معمول في الفضاء وبعيدا بقى عن القصة دي كلها بيستعد توم كروز حاليا لترويك فيلم توب جون ماوريك اللي بيتم تأجيل تاريخ اطلقه من صيف 2020 ل23 ديسمبر 2020 ولميو 2022